هنا في منطقة اليتمان هذه المنطقة التي احتشد فيها أهالي هذه المنطقة لمنساندة الجيش الوطني ودعم الجبهات بالمقاتلين اليوم يحتشدون بهذا الشكل بإمكان الكاميرا أن توضح لنا هؤلاء المقاتلين الذين يستفعون اليوم هنا في هذه المنطقة وعلى أهبة الاستعداد لدعم الجبهات وخوض معركة فاصلة للتحرير ما تبقى من هذه المديرية وأيضا ما تبقى من مديريات محافظة الجوف يقف إلى جواري مدير مديرية خبوة الشعف هادي بن تيفا يحدثنا عن هذا الحشد القبل الكبير المساند لقوات الجيش الوطني نعم نحن كما ترون الحشد الجماهيري من منطقة اليتمان ونازحين مديرية خبوة الشعف المتواجدين في منطقة اليتمان أبوا لأن يحتشدوا ويتحركوا بهذا الحشد الجماهيري الكبير ليساندوا أخوانهم في الجبهة والتحرير ما تبقى من مديريتهم مديرية خبوة الشعف وههم اليوم يتحركوا كما ترون بحماس شديد ومعنوية تناطح الشحاب كل هذا لغرض تحرير ما تبقى من منطقتهم ودخولهم إلى بيوتهم في مديريت خبوة الشعف والمحور الكامل ولهذا سيتحركوا له الآن لمقابلة الآخ قائد المحور محافظة المحافظة الذي هو معسكر ومخيم في الجبهات منذ أشهر فرأت القوم هذا ألا أن تسانده وتوقف إلى جنبه وتؤاجره في مهمته لتحرير ما تبقى من مديريت خبوة الشعف وكما ترون الصورة تعبر أكثر من الحديث شكراً إذن هذا الحشد قبلي كبير هنا في منطقة اليتمة لمساندة الجيش الوطني كما تحدث هادي بنتيفا ووضح في هذا اللقاء علي الجرادي قناة بلقيس خبوة الشعف